كان هيورو بيرتسون رئيس الاتحاد البريطاني الأولمبي قد عمل وتعاون مع اللجنة الأولمبية الصينية والمنتخب الصيني خلال أولمبياد لندن عام 2012 مما جعله يحتفظ في ذهنه بذكريات جميلة وأعرب عن تطلعه إلى قيادة الوفد البريطاني للمشاركة في أولمبياد بكين الشتوي نريد القول أننا نتطلع بالشكل الخاص إلى هذه الرحلة إلى المشاركة في هذه العلعاب العالمية الرائعة نبعث لكم بأطيب تمانياتنا آملين في أن يقام أولمبياد بكين الشتوي بنجاح لنجتمع في عام 2022 شاركت توني استانغيت رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في أولمبياد بكين الصيف عام 2008 قال إنه يثق بأن أولمبياد بكين الشتوي سيحقق نجاحا كبيرا مثل أولمبياد بكين 2008 حققت دورة العاب الأولمبياد الصيفية في بكين عام 2008 نجاحا كبيرا وشاركت فيها بصفة لعبا تركت تلك التجربة في ذهن ذكريات جميلة ستشارك فرنسا في العديد من الرياضات الشتوية في هذه الدورة من العاب الأولمبياد الشتوية يتطلع لعب وأشاك الرياضة في جميع أنحاء العالم إلى إقامة أولمبياد بكين الشتوي بشكل ثالث في العام المقبل النرويج بصفتها دولة قوية في رياضات الجليد والثلج تستعد بنشاط أيضا لأولمبياد بكين الشتوي وتخطط لإرسال فريق يضم أكثر من 300 لاعب للمشاركة في هذا الأولمبياد كما أعرب توري أوريبو رئيس وفد الأولمبياد الشتوي النرويجي عن تطلعه وتمنياته لأولمبياد بكين الشتوي أتمنى لكم كل التوفيق في السنة الأخيرة من الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبياد الشتوية في بكين يتطلع الرياضيون والمدربون في وفد الأولمبياد الشتوي النرويجي ووفد الأولمبياد الشتوي للمعاقين للمشاركة في المسابقات في بكين العام المقبل يتطلع الفريق النرويجي للإجتماع بكم في بكين عام 2022 ترجمة نانسي قنقر